اشتركوا في القناة فانطلق أحد الصحابة إليه وأخبره خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس في حال لا يعلمها إلا الله سبحانه فانطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسرعا على فرسه حتى دخل المسجد النبوي وإذا بالناس يبكون وعمر رضي الله عنه شاهرا سيفا يكلم الناس فلم يلتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى شيء من ذلك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطا على سريله وكشف عن وجهه الشريف وقال رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أكب عليه فقبله وهو يبكي ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج رضي الله عنه للناس وهم بين منكر لوفاته صلى الله عليه وسلم وحائر من هول المصيبة وعمر رضي الله عنه يهدد ويتوعد من يقول بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما على رسلك يا عمر فأبى عمر رضي الله عنه أن يسكت فلما رآه لا ينصد أقبل أبو بكر رضي الله عنه على الناس بدأ أبو بكر رضي الله عنه يخطب في الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الناس بالبكاء والنشيج على موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمر بالأمة مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم